بلادي 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 لك حبي وفؤادي إذن المصري وجمهورية شبين المباراة ضمن مباراة دور الـ 32 من كأس مصر شوفنا مفجأ في مباراة الترسانة والمقاولون وزي تأهل الترسانة طبعا ليه دور الـ 16 بعدما أقصى فريق المقاولون تأهل سيراميكا كيليو باترة زيد افسي واسموحة وطلاع الجيش ومن سيواجه في هذه المباراة الفائز طبعا سيواجه الفائز من مباراة البنك الأهلي وبيتروجيت في الدور القادم دور الـ 16 جامل لكم أرقام وأحصائيات عن كل اللاعبين اللي موجودين على أرض الملعب سواء المصري أبو سعيدي وجمهورية شبينو كمان على حكم اللقاء النهاردة اللي بيقود هذه المباراة تحكميا لحكم للساحة عنده فقط 28 سنة هذا الحكم الكابتن عبد الحكيم ناصر هو حكما لأساحة يعونوا كلام من أحمد صلاح مساعد أول كابتن أحمد صلاح طبعا مساعد أول الكابتن أحمد عبد المنعم شعبان مساعد ثاني والكابتن محمود منصور حكما رابعا في هذه المباراة بطاقم التحكيم اللي بيقود هذه المباراة نتمنىها ممتعة بإذن الله ونتمنى نستمتع بكرة قدم جميلة وأجب الذكر طبعا ونفكركم أستاذ المشاهدين أن في حالة التعادل نذهب إلى أشواط إضافية وليست ركلات ترجيح مباشرة وإذا استمرت تعادل في الأشواط الإضافية نذهب بعد ذلك إلى ركلات الترجيح خلينا نبدأ مع حضراتكم باستعارات تشكيلة الفريقين نبدأ بالمصري كما هو موضح أمامكو في الصورة محمود جاد في حراسة المرمى محمد دبش بيعود لدفاع فريق المصري بجواره محمد طارق بك يمين كريم العرائي بك شمال حسين السيد في وسط الملعب محمود حمادة وعمر موسى وعبد الرحيم دغموم فغر الدين بن يوسف وميد وجابر وصلاح محسن بالنسبة لتشكيلة جمهورية شبين مصطفى محمود في حراسة المرمى أسامة صبحي 28 محمد سلامة 2 ناحية الباك الشمال أبو بكر زغلون ناحية الباك اليمين محمد ابو طالب وسط الملعب زياد كرم ومحمد عبد الرؤوف ومحمد وائل محرز في الهجوم يتواجد حمودي شيتا هو هداف الفريق هذا الموسم أحمد السيد الشامي ومحمد ناجي جده اللي سابق له اللعب في الدوري الممتاز مع نادي الاتحاد السكنداري المصري والبداية هتكون عند فريق المصري البرسعيدي اللي سيتواجد على يمين سد برج العرب وعلى يسار الملعب سيتواجد فريق جمهورية شبين بتشيرت الأحمر وشرط الأسود عرض الفرق بداية المباراة بصفرة الحكم الكابتن عبد الحكيم ناصر اللي بيقود هذه المباراة تحكميا كحكم لسه عنده 28 سنة في عمره هذا الحكم والبداية عند محمد دبش في خط الدفاع مع الكورة استلامي يلعب فيه أن حال يومنا لسه الخطر لسه الحصار محاولة الانطلاق والاختراق في البدايات بالنسبة لفريق المصري من اليمين ميدو جابر العرب كورة عرضية فوق الجميع حلوة الكورة ولكن يطلع حارس المرمى مصطفى محمود ينقض على الكورة ويمسكها بإيدي الاتنين وتنتهي الخطورة ركنية من ناحية نمينو دي الركنية الثالثة في المباراة واحدة للمصري ودي التانية لجمهورية شبين تتلعب في سيارة الكورة عودة من جديد ممكن يبقى فيها عرضية لسه فيها فكرة فيها فكرة فيها فكرة قدل عرضية فوق الجميع فين الكورة حلوة الكورة يطلع جد بالبوكس يطلع الكورة خارج أرض الملعب ولكن حكم اللقاء اعتقد أشار للركنية تلتة على التوالي الجمهورية شبين أو تلعب بدري تانية بس ممكن يكلفوا فريقهم كتير جدا 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 قادل انت لقد تفويتة الجميلة من صلاح يلعب على طول من اليسار ترجع له تاني بعد تمرية حسين السيد صلاح محسن يلعب الكورة قدامهم صحة ممكن يشوت ممكن يشوت لا يتأخر يلعب الكورة في اليمين تقفل عليه الزاوية يفتح اللعبة على طول عند الكريم العرائي بيعوا الكورة عرضية يبحث عن فخر الدين ولكن الكورة تعد وتمر الإبعاد التزديد خطيرة جدا تاني 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 لسه الخطر مكمل صلاح محسن يشوت كورة برا خالص مباراة حلوة مباراة في 30 دقيقة اه ما فيش أهداف بس المباراة حلوة فيها أمور تكتكية على أرض الملعب كثيرة ميدو جابر استلام عايز يشوت من برا المنطقة فتحت زاوية التزديد يا سلام يا سلام يا سلام صاروخ 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 وجد فغرة وجد نقطة الضعف وسدد الكورة بقدمه اليسرى صاروخ لا يصد ولا يرد يا سلام يا ميدو يا سلام يا هداف الفريق في الدوري يسجل بقدمه اليسرى اكتفى مصطفى محمود بالنظر للكورة وهي تعانق الشباك تدخل في الشباك هدف أول للفريق البرسعيدي يسجل ويتقدم ميدو جابر الله على تزديده بالقدم اليسرى صاروخ صاروخ هو وجد زاوية للتزديد فتحت قدامه زاوية للتزديد خطأ من لعب الوسط انه فتح له الزاوية دي سدد الكورة برجل الشمال وسجل الهدف الأول ميدو هدف أول في الديئة 30 زي ما قلنا 30 مباراة مع المصري فاس في 14 وتعادل في 7 وخسر في 9 هذه الكورة ثابتة تلعبت الكورة فكرة جميلة يا سلام يا سلام يا سلام التعادل التعادل راية وتسلل راية وتسلل الفكرة ممتازة ماشي تم إلغاء الهدف والتسلل ولكن لازم أتكلم على الفكرة ازاي تلعبت عرضية وتم تهيئة الكورة شوف الكورة هنا الأولى مفاش تسلل التانية ممكن فيها مصطفى محمود بيهرب من غير كورة بشكل كويس بيتحرك هذه الكورة بيدغط فيها اللاعب أحمد الشامي أحمد الشامي تحب الكورة خطيرة هذه التعادل ولا ايه خطيرة عرضية أرضية تانية لسه 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 تشمين ولكن الكورة برا خلاص أفل المنافذ أو أفل الطريق فريق جمهورية تشمين على اللعب منه جابر في الدقاق الأخيرة الأمسة فيها اليمين الجراءة الكبيرة اللي ظهرت والشخصية اللي ظهرت فيها اليمين الكورة انت لقى على طول حمودي معا الكورة حمودي حاول ينعل في مركز الظاهير لاي من هرب تسلل 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 اللعبة مكمل اللعبة مكمل خطيرة تزدين التعادل لا 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 مش ممكن مش ممكن حمودي كادا يسجل التعادل ترجع تاني سين السيد اللي بيلعب الكورة الأمامية تلاق الدغموم ياخد زقا حكم اللقاء قريب وريب من اللقطة وشاهد على الوقعة بشكل كويس يقول ما فيش حاجة تشتيت الكورة للأمام تعوم من جديد لمسى الدغموم استلام من دغموم حاول ولكن من جديد تتقطع من جمهورية شبين حاول دغموم من وراء تعصى الدغموم اتنرفس دغموم ترجع تاني الكورة ومعها صافرت نهاية أشوط الأول تقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون رد كان عن طريق ميدو جابر في الديئة 30 جمهورية شبين حاول كثيرا وصمد دفاعيا لمدة 30 ديئة وبعد ذلك ذهب عليه الأدوار الهجومية وكان قريبا من تسجيل هدف التعادل بل سجله وتم إلغاءه للتسلل إذن نهاية أشوط الأول 1-0 المصري متقدم على جمهورية شبين استراحة قصيرة مشاهدي في كل مكان ونلتقي بإذن الله مع مطلع وبداية أشوط الثاني ودي حكم اللقاء بيقول لهم يلا عشان نبدأ أشوط الثاني وطول ما النتيجة 1-0 طبعا ده لسان وتفكير فريق جمهورية شبين طول ما النتيجة 1-0 أنا لسه في المباراة أنا لسه في الجيم قابت في مكانه حسين حسين عودة تاني عند عمر نقلات وتمريرات للمصر اللي محاولت سحب لعاب جمهورية شبين من مراكزهم الدفاعية باهر المحمدي لمصة أرضية وبرضو باهر مميز في حتة كده مش عند طور الكرات الطولية أو العالية للأمام أمامية الكورة لمصة خطيرة رأسية ولكن عند حارس المرمى خطيرة جدا كورة بتتكلم على إدارة بتفكر صح وتفكير في المحترفين بشكل سليم أهدي حسين السيد السلام في مطيط جزاء المطالبة بشي حسين بقدمه اليوم نتزديدة ضعيفة جدا أسامة صبحي هو اللي غادر أرض الملعب نمرة 28 ونزل مكانه محمد حسن نمرة 17 أدي ميدو جابر مع الكورة من الجانب الأيمن عرضية أرضية خطيرة تاني لا 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 صلاح محسن بعدما كورة عرضية تلعبت له عمل الصعب كله ميدو جابر وسلم له الكورة قال له أنا عملت 90% أكتر كمان قال له خد انت باها سجل الهدف تكلم على مصطفى محمود لمس عند محمد سلام أرضية أمامية حاجات اللي زي دي خطر ميدو التاني ميدو ممكن التاني صلاح خطير صلاح خطير يا راجل مش ممكن لا 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 كريم يتقدم يلعب كورة عرضية في منطقة الجزاء يطلع حرس المرمى خطيرة عدت جنب الآيم عدت الجورة جنب الآيم ولكن إلا ضربت مرمى لمصلحة جوم ريتشبين كانت خطيرة الكورة اللي فاتت كرا رايحة في اتجاه المرمى لولا إن الكورة برأسية باهر المحمدي ومعاها صافرة النهاية كابتن عبد الحكيم ناصر ينهي هذه المباراة بفوز المصري البورسعيدي بنتيجة الواحد سفر بهدف اللعب ميدو جابر في الدية تلاتين يستمر تقلقه وتستمر النتائج الإيجابية للفريق البورسعيدي إذن الفريق البورسعيدي المصري يتأهل إلى دور الستاشر وينتظر الفائز من مباراة البنك الأهلي وبتروجيت وهاردراك لفريق جوم ريتشبين لقدم مباراة كبيرة جدا وكان عنده أسماء كبيرة جدا على أرض الملعب مع الكابتن أحمد جمعة عزائي المشاهدين في كل مكان كنت معاكم أمير محروص ونلتقي بإذن الله في قدم المباراة الكبرى والمنتعة عبر شاشتكم المفضلة دائما أما الآن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته